وهشام علي الملقب واتقالبة بتصريحات عقب اطلاق صراحهما من سجن كوبر بالخرطوم اشهد بالوقفة الوطنية للثوار الذين تمكنوا من ازاحة النظام السابق عبر التظاهرات السلمية وطالبا بمزيد من الاستجابة لمطالب الثوار لتحقيق السلام والحرية والعدالة لكل جماهير الشعب السوداني وثمنا دور القوات المسلحة ووقفتها القوية تجاه الثوار وانحيازها لخياراته الوطنية كما ثمنا دور قوى التغيير التي احدثت حراكا ثوريا اطاحا بالنظام السابق انا بدعم كل الخيارات وكل المواقف اللي قدمتها قوى الحرية والتغيير انا جندي من جنودها ما بصرح اي تصريح فوق تصريحهم كل المطالب اللي قدموها من هذا المجلس كويس ان احنا بنوافق عليه لو في تحية اخيرة انا بسجيها للقوات المسلحة السودانية الباسلة القوات السودانية جنود وجنود صف وضباط الجيش السوداني العظيم بقدم نفسي جندي تحت امرط الشعب السوداني والاعتصام جندي من جنود قوى الحرية والتغيير ما عندنا كلام الآن نقوله غير كلام حنلتزم بكل موجهات الشعب السوداني بكل المطلوبات وبنشكر الاخوة في جهازين الاجهزة الشرعية اللي هي ملك الشعب السوداني الشرطة وقوات الشعب المسلحة بشكل ملك الشعب السوداني